تأتي توجيهات صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء بضرورة التعامل بمنهجية جديدة وبشكل فوري مع ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية على الجهات الحكومية وتأتي انسجاما مع نهج الحكومة الشفاف في التعامل مع الملاحظات الواردة من ديوان الرقابة المالية والإدارية نعم منهجية جديدة تحاكي ضرورة التعامل وبشكل فوري مع ملاحظات ديوان من قبل الجهات الحكومية المشمولة بالرقابة بهدف تعزيز جهود المتابعة والمحاسبة في مختلف مسارات العمل الحكومي بما يسهم في الحفاظ على المال العام واستدامة الموارد الوطنية بصفة جهاز مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع ملك البلاد المعظم بصورة مباشرة قام ديوان الرقابة المالية والإدارية ليتولى مهمة الرقابة على أموال الدولة وأموال الجهات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانونه خصوصا بما يتعلق بسلامة ومشروعية استخدام الأموال وحسن إدارتها ولعظم الدور المالي والإداري الذي يؤديه الديوان وبما ينسجم مع نهج الحكومة الشفاف في التعامل مع الملاحظات الواردة على الجهات الحكومية من قبله جاءت توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بضرورة التعامل بمنهجية جديدة وبشكل فوريا مع ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية على الجهات الحكومية بهدف تعزيز جهود الرقابة والمحاسبة في مختلف مسارات العمل الحكومي وبما يسهم في الحفاظ على المال العام واستدامة الموارد الوطنية منهجية العمل الجديدة من المؤكد أن تشكل مسارا واضحا وأسلوبا راسخا نحو تحقيق الأهداف المنشودة لرفع سوية التعاون القائم بين الوزارات والأجهزة الحكومية وديوان الرقابة المالية والإدارية بما يضمن التوظيف الأمثل للموارد فالمنهجية أقر لها أن تتناول عديد الجوانب المتعلقة بالتعامل مع ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية في التنصيق المستمر والتواصل البناء مع الجهات الحكومية كافة وتطبيق مبدأ الالتزام عليها وذلك بهدف مراجعة وتقييم وتحليل جميع الملاحظات الواردة في تقرير الديوان والمتعلقة بكفاءة ودقة استخدام الجهات المشمولة بالرقابة المالية والإدارية لمختلف الموارد المتاحة لها واستخدامها الأنسبة في الغايات والأغراض المخصصة لها إلى جانب توظيفها الصرف المالي بما يحقق المصلحة العامة المرجوة وفق آلية إنفاق واضحة مع همية التأكد وبكل دقة وشفافية من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشكل فوري ودون أدنى تأخير ومتابعة ردود الجهات على الملاحظات والتحقق منها وتوثيق ما تم اتخاذه من إجراءات وهو ما يشكل سلسلة عمل متصلة الأركان ودقيقة النتائج والتوصيات طبقا للقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات المالية والحسابية المتبعة في هذا الشأن وتعكس منهجية العمل الجديدة رؤية الحكومة وإيمانها المطلق بمفهوم المتابعة والمساءلة عملا وممارسة عبر تأطير هذا المفهوم من خلال تهيئة كل ما من شأنه أن يدعم ديوان الرقابة المالية والإدارية في آداء مسؤولياته الوطنية على أكمل وجه وذلك لضمان الوصول إلى أعلى مستويات الإنتاجية والكفاءة والتوظيف الأمثل لجميع الموارد الوطنية